المائدة الرمضانية بدأت الدرامية والموضوعات متنوعة الناس وقفت فين من البروموهات؟ طبعاً كل الناس كانت في حالة انتظار وشغف وأنا عن نفسي حتى كتبت ده وقلت يا جماعة البروموهات كلها شفناها أنا مستناهي الاختيار الاختيار حالة التماس وحالة الانتظار وحالة عدم التوقع الناس كلها الحقيقة هو ده أكتر برومو سمع مع الناس بدرين هو مليون مشاهدة في 6 ساعة تقريباً أو 7 ساعة أكيد طيب خديني بقى لباقي الموضوعات الاجتماعية الميزة للمائدة الرمضانية زي ما حاك بتقولي متنوعة جداً السنة دي ودي الميزة الهيلة يعني احنا السنة اللي فاتت ما كانش عندنا حاجة عمل كوميدي نقدر نتكلم عنه أصلاً عندنا كوميدي كبير راجع ده احنا 8 مسلسلات كوميدي رقم ضخم فتقدر تقولي 8 مسلسلات كوميدي المنشاة العامة الأبرز السنة دي الكوميديا لكن الاجتماعي نقدر نقول 4-5 مسلسلات الشعبي 4-5 مسلسلات المخابراتي أو العسكري عندنا تقريباً 3 مسلسلات فبالتالي انت لا الحقيقة فيه تنوعة فيه تنوعة كبيرة مين حيفاجئنا؟ والله ان حسن أو مين غير جلده؟ يسرى راجع للكوميديا من الشابو اللي هي لبسادة بالزاف فكرة المزج ما بين الأجيال ده حاصل زي ما حاجة بتقولي يسرى مع معي كساب وغدا عادة هلا صدقي مع نالي كريم وبرضو فدي عبدالغاني هنا في مسلسل فتن أمل حربي هتلاقي كمان إلهام شهين مع مناشة أنا شايفة أنه كمان يعني هاني سلامة فيه ندوج يعني ملف السري واضح أن هاني سلامة داخل دخلة كمان مختلفة لأنه ساسبنس اجتماعي الحبكة دي لا مش موجودة أو التيمة دي مش موجودة في كل المسلسلات هتلاقي دايما بيبقى فيه تيمة غالبة لا ملف السري جذبني أنه فيه ساسبنس وفيه اجتماعي فأعتقد أنه خلد النبوي وكلب اجتماعي كوميدي بين رجعين يا هوى وعائدون يعني الاتنين رجعين بس مش عارفين إحنا هم رجعين فين خلد النبوي الميزة أنه هو تركيبة حلوة أو هي فكرتني شوية بفكرة أبو العلابشي أو الشخص اللي رجع من سفر وبيشوف الحكاية هل إحنا محتاجين أبو العلابشري؟ أنا حاسة أن إحنا محتاجين أبو العلابشي آه محتاجين محتاجين وبالذات إن هو مش طالع وده اللي بين من البرومو إن هو مش طالع كامل 24 إرات لا فيه جوانب مستخبية كده حاستها من البرومو من تلمحاته آه حد بين إنه آه مش شخص استريت أوي فده اللي عملي لحالة الانبهار دي وفكرة الكوميديا الممزوجة بالاجتماعي فهو لا السمة الغالبة السنة دي اجتماعي